ههجي جوابا على ما قال этом هو السيد الوزير الناتق الميزمى بيسم الحكومة سkennt一个 الجملة راتله يكن هناك اطبق على الإطلاق نحن لم نخلق لقانون Carl Hikuna الحكومة Trustee Hebert كنطبق القانون ولاقططاع قانوني وسع ذلك يجب أن نقطعوه نطبقو السيد الناتق الميزمى الاكداء التنطبق القانون لماذا يتطبقوه هذا القانون العوج بعدها يخرجوا بعدها يردوا لنا يقولوا لنا نحنا جاهليين القانون نحنا ما فاهميش القانون وقرأتنا ضعيفة العلم ديالنا في القانون ضعيف ودكشين يقول لنا ما عندوش تاشي أساس قانوني وبتالي اقتطاع قانوني ما علاش يقولوا لنا علاش يشرحوا لنا بغيت نتعلم إنسان را محده حيوتي يتعلم نحنا نتعلمه يورينا علاش هذا القتطاع قانوني وقد يمشي في هذا الاتجاه دياله اللي تيقول هو ان القتطاع قانوني وخاصة انها الجملة الحكومة ما تخرقش القانون يلا هلا هلا الحكومة طبقنا القانون بسبب سيارات الخدمة ديال الدولة اللي فيها المغرب حمراء قولوا ما تقوش تعملوا هالستعمال الشخصي والمغارب الشخصية ولقضاء حوائج المسؤولين الشخصية وطبقوا القانون ما تخدروش قولوا البونات ديال البنزين ما تقوش تفعلوهم وتسمع تتصرفوهم في قضاء حوائجيكم الشخصية المسؤولين قولواها تبقوا القانون تبقوا القانون تبقوا القانون بسبب البرلمانيين لكي ياخدوا التعويد ديلهم وما كيحضروش لجلسات البرلمانية تبقوا القانون بسبب المسؤولين اللي مازالين قلسين في المنازل ديال الخدمة ديال الوظيفة الي كانوا فيها وما زالي حد الان قلسين فيها وما في التقاعد ما قدرتوش تطبقوا القانون فيها تطبقوا القانون أنتو مالحكومة ما كتخرقوش القانون تطبقوا القانون على الناس اللي نتملصين الدرائب ما تطبقوش القانون المسؤولين وما وخلصيش الدرائب ديالهم ما تطبقوش القانون تطبقو القانون على المسؤولين اللي عندكم أعطين شيكات بدون رصيد ما تطبقوش عليهم القانون تطبقو القانون على الأرامي اللي مخدوش حقوق ديالهم طبقوا القانون على الناس اللي عندهم نزع الميكين أجل منفع العامة وحكماتهم حكمة بالتعويض وما كزعتهم مش تعويضة ديالهم كمسؤولين على قطاعات طبقوا القانون على النفقة والأحكام اللي ما زال ما تنفذاش والتأمين اللي ما زال ما تنفذاش عليهم كثير من الأحكام واللي هي نهائية طبقوا فيهم القانون قانون غير في الأساتيدة المضربين باش تعرفوا صحابكم احنا كتفرحنا شيء للإضراب كيف رحنا نتلم ذلك بقضايا ولكن يا حكومة راكم جمعتوا بزاف ديال الحواية جمعتوا راها تشعر لاش الناس نتضامنين مع هاد الأساتيدة اللي ديرين الإضراب حيث جمعتوا بزاف حيث عندكم بزاف ده هفوات ماشي هفة وحدة وكم قولكم تواصلوني كتتواصلوا كتزفلوها كتديروا أخطاء فادحة في التواصل ديالكم احنا حكومة ممكن لناش نخرقوا القانون خرقوا القانون بالنسبة للتدابر التعديبية اللي مخودة في حق المسؤولين خرقوا القانون بالنسبة للموظفين اللي تم العزل ديالهم في مجموعة من القطاعات وعندهم حكم نهاية المحكامة بيرجاء الحال إلى ما كان عليه عندك الموظفين يرجعوا لمناصب الشغل ديالهم وما كتردوهمش وتضربونا عرض بعرض الحائط لأحكام النهائية المنطقة باسم جلالة المالك رامني سنكونوا كنتبقوا القانون ولا ما كنتبقوش القانون جزئيا وكنتبقوا القانون فاش بغينا وفاللي خرجنا لا القاعدة القانونية قاعدة موضوعية قاعدة لا تفرق بين الأشخاص لا تشخصين القاعدة القانونية والقاعدة القانونية عامة تطبق على الجميع والمواطنين سواسية والمتقاضين سواسية أمام القضاء بما فيهم الدولة إن كانت طرفا في الدعواء المتقاضي هو طرف بحل طرف المواطن العادي طبقوا فيها القانون دائما نجي وتتكلم وتقول نحن نطبق هذا شيء لا تفردنا أن هناك قانون أولا سأعطينا القانون أعطينا الفتوى ديالك أعطينا الفتوى ديالك أعطينا الفتوى ديالك الفقهاء ديالك في القانون يقول لنا أشنو تيقول القانون في الإضراب أشنو تيقول القانون في الاقتطاع الناس المضربين واش نقطع لهم لا ما نقطع لهم لما مش لأنه تم الاقتطاع سابقا فهو قانوني لا شكرا